أستاذ سلوة لو حبيت أسيب لحضرتك البداية مع الناس كده تحب تبدأ يمين في رحلتك؟ لا الحقيقة أنا أحب أبدأ من الكلام عن واقع الرواية الآن لأنه هناك شباب يعني كثيرين مقبلين على الكتابة الرواية وهذه الظاهرة هي ظاهرة طيبة وإيجابية في مجملها ولكن علينا أن نتوقف عن عند الكام وعلقته بالكيف لكي نكتب رواية علينا أن نقرأ يعني مهمة الكاتب الروائي أو أي مبدع أديب هو يعني دي شولانة عليها أن يقرأ قبل أن يكتب وعليه أن يعيش الحياة لأنه الكتابة هي نتيجة ومحصلة تجربة حياة فلا كتابة بدون تجربة حياتي فده اللي أحب أقوله للشباب واللي أحب أبدأ به لكي تكون كاتبا عليك أن تقرأ حتى تعرف ما الذي يمكن أن تضيفه إلى عالم الكتابة الرواية ترجمة نانسي قنقر